هذا هو المشهد في غرب الإكوادور توطر أمني بسبب تجارة المخدرات ورجال الشرطة مدججون بسلاحهم لملاحقة الكارجين عن القانون وأمام هذا التحدي يعلن رئيس البلاد حالة الطوارئ في المناطق المتضررة ومنها الميناء الرئيسي إضافة إلى مقاطعتين أخرين تعانياً من تهريب المخدرات والجريمة ولفت رئيس الإكوادور إلى أن بلاده تواجه عدواً خطيراً وهو الانحراف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة التي تود بحياة الآلاف سنوياً ولم يحدد الرئيس مدة حالة الطوارئ التي دخلت حيزاء التنفيذ وتقضي بحظر التجول بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة صباحاً ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة ونتيجة لحرب المخدرات التي تشنها السلطات في الأكوادور لملاحقة المهربين صادرت الحكومة أكثر من 200 طن من المخدرات عام 2021 معظمها من الكوكايين المرسل إلى موانئ أوروبية وفي عام 2022 تجاوست كميات المخدرات التي ضبطت 200 طن أيضاً ونتيجة لذلك أعلنت الحكومة الحرب على المهربين الذين يدافعون بشدة عن طرق تهريب المخدرات